بيان إلى الرأي العام يبدو أن العالم ما يزال يتجه إلى شفير الهاوية فما تزال الحروب قائمة وما يزال الظلم منتشرا في كل مكان متى يحل السلام على هذا العالم وتنتهي الحرب متى ينتشر الفرح والسرور في قلوب الأطفال والنساء والرجال متى ينعم الإنسان بحياة حرة وآمنة إن سبب هذا كله هو ممارسات الدول اللا أخلاقية فهي من تجلب الخراب والدمار لهذه البلاد فهي تركيا ورقم الزلزال الذي ضربها وضرب مناطق واسعة من سوريا تقطع نهر الفرات شريان الحياة عن سوريا وتزيد معاناة السوريين وكان أيضا من جرائم تركيا بحق الإنسانية هي الأم تطالب بالإفراج عن أولادها المعتقلين ظلما وعدوانا في سجون التركية وهذه الأم هي أم يشار من أصول كردية ناهيك عن قصف المناطق وقتل الشعب لا أدري كمية الحقد التي يحملونها على هذا الشعب لكن كل ما نعرفه أنه يوما ما سينقلب عليهم ويأخذهم إلى الفناء وهي إيران الأخرى ونظامها الاستبدادي يمارس القمع والإضطهاد بحق الشعوب المطالبة بالحرية ويقتل النساء والأطفال بحجج واهية وكان آخرها الجريمة النكراء حيث تم تسميم الطالبات في إحدى المدارس الإيرانية كيف سيعم السلام في ظل هذه الممارسات اللا أخلاقية من سيوقف الحرب والدمار من سيعيد الحياة لهذا العالم أليس من حقنا أن نعيش بسلام أليس من حق هؤلاء النساء والأطفال أن ينعموا بالأمن والأمان نعم من حقهم ونحن سنناضل لتحقيق السلم والسلام للعالم أجمع ونحن بدورنا كأمهات السلام في مجلس عوائل الشهداء بالطبقة وبإسم كل مرأة حرة في هذا العالم ندين ونستنكر كل هذه الأعمال الإجرامية ونطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالوقوف إلى جانبه بالوقوف إلى جانبنا ليحل السلام على هذا العالم فنحن نريد السلام لكل العالم وأن تنتهي هذه المأساة التي خلقت التشرد والخراب الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلين وعشت معاشة أخوة الشعوب أمهات السلام 7-3-2023 شكرا لكم